نحن نتابع الإعلام ونتابع الميديا وشايفين كمية التغذية بتاعت الإشاعات الممكن يتبناها النظام المباد وغوة بالمناسبة هي تدعمه في نفس الاتجاه للوغيعة ما بين المدنيين وما بين الجيش مش غادة الجيش ما بين الجيش الجيش السوداني جيش محترم وفي أكتر من مناسبة نحن قاعدين نتكلم أنه هو أسهم في استغلال السودان لما ساومت قوة الدفاع السودان المستعمر الإنجليزي أنه تشارك في الحرب العالمية التانية مغابل إعلان حتى قرير مصير السودانيين وده قد تم بعد ستة سنوات في أربع وخمسين طيب كويس ما في قوة وطنية أو على الأقل قوة مدنية ممكن هي تتحدث عن إنها هي ما عايزة جيش وده الكلام القاعد يغذبه والنظام المباد الكلام ده حقيقي كلام ده حقيقي لكن في ناس ما عايزة ونحن حريصين لمصلحة الجيش والقوات النظامية إنها هي ما تكون متأثرة أو مؤثرة في العملية السياسية عشان ما تتطور وتحافظ على مكانتها لكن في آخرين ومن ضمننا الكتلة الديمقراطية هي بتسعى إنها توجد الجيش لأنه هي الآن فقدت في حالة الفرزة تمت دي إنكشفت إنكشفت وبدأت بعد ذلك ياهو الكلام مش أنا عشان الموضوع ده ما شخصي بين شهاب ولا فلان ولا زيد نحن نتكلم عن مواقف بتاعة مكونات تومي